السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة بغداد الجديدة وأهلا بكم في فيديو جديد لا تنسى بعد أن تشاهد هذا الفيديو أن تعمل سبسكرايب لهذه الشنال وأن تعمل شير لهذا الفيديو مع أصدقائك وأن تعمل لايك لهذا الفيديو لمساعدتنا في الوصول لأكبر عدد من المتابعين والمهتمين في مجال البرمجة إذن لنبدأ السلام عليكم ورحمة الله في هذا درس سوف نشرح لك عن التاء داتا بيكارس يعني ممكن تختار في التاريخ معين وبشكل بيكارس يعرض لك طبعا يجب أن نعتمد على الدرس الماضي في هذا الدرس إذن لك يجب أن تكون مار على الدرس السابق قبل أن تمر هذا الدرس إذن لك إلى نوع التفاصيل شرحتها في درس ماضي فحتى أبدأ بالعمل أنا كل الذي أفعل سوف أذهب إيش إلى القتاب الخاصة بنا وأذهب إلى شيء اسمه ومن DataPickerFragment أختار هذا اسم الكلاس وكون كلاس بنفس الاسم إذن لك أجي هنا أغطي كليك write وأقول لها add إيش كلاس وأسميه بنفس الاسم إذن سوف أفعل سوف أنسخ الأسطر الموجودة في هذا الكلاس كلها من سطر اثنيا وإلى سطر ستة وثلاثين أخذها وأمسح هذا وأبدلها ما كانه هذا الكلاس نفس الكلاس السابق في مجموعة ميثودس الميثود الأولى اللي هي إيش هاي الميثود عندما كون إستانس جديد من وتستقبل داتا أو تعيد داتا تايم تعيد داتا تايم تم اختياره وفيها إيش وفيها هاندلر يتحسس هو اللي يعيد لك وهذه الدالة اللي نعرضها أمام الشخص ونعرض فيها الوقت الحالي واليوم الحالي والشهر الحالي ذلك كسب ترى أنه لما تختاره يعرض لك تاريخ الوقت الحالي وفيرس أوف جولاي لأنه اليوم في تاريخ فيرس أوف جول 2016 فأنت تستطيع أن تغيرها بايدفولت أي تاريخ تريده من هنا وهنا أنت عندما تختار أي تاريخ القيمة يتم اختيارها يعرض لك ياهنا كيف هذا الداتا سيتو يتحسس بها أخذ القيمة وأمررها أيش للهاندلر والهاندلر هو أكشن يعيد لها المفروض للمين أكتيفتي مين أكتيفتي عبارة عن بوتون وحدة وأجعلها تصنت كيف تصنت الأمر بسيط أخذها للأسطر من 40 إلى 44 وأضعها هنا في البوتون مجرد أن ينستانس من البكارس وهذا البكارس أخلي يعيد لقيمة الداتا تايم وأخذ داتا تايم بصيغة اللونغ وأعرضها في البوتون وأعرض الفراغميند أنا عندما أنفذ العملية سهلة مجرد يعرض لي التوقيت بصيغة الوقت والتاريخ أو بس يخذ التاريخ الاعتياري مع الأسبوع لماذا مع الأسبوع؟ لأنه أنا قال لي too long data لو قالت too short يعرض لي فقط التاريخ دعني أرى الآن too long وأفهم بعدها too short الآن أوكي لجه تنفذت اختارت أي تاريخ عرضت 12 جولاي 12 جولاي لو تاري عرضي therese day اليوم نفسي أيضا ذلك حتى عرضي فقط التاريخ فقط أصطر 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 أقول له do to short data string بيسيغة ممكن تعرض أنت ممكن تأخذ اليوم ممكن تأخذ أي شيء لكن الفكرة من هذا أنه هو pickers يعني تختار خياري أوكي لأنه لو اختارت ننظر سابعة لاش المطلوب من هذا الدرس فقط تفهم هذا الجزء تفهم هذا السطر أنه إنت القيمة المعادة هي data time تستطيع أن تأخذ data time وتضعها وين ما تريد أنا وضعتها في البوتون هذا المطلوب من هذا الدرس شكرا للحسن وفي نهاية هذا الفيديو نود أن نقول لك شكرا لحسن متابعة هذا الفيديو مع قناة بغداد الجديدة ولا تنسى قبل أن تذهب أن تعمل ثلاث أمور الأول أن تقوم بعمل subscribe لهذه التشانل والثاني أن تقوم بعمل share لهذا الفيديو مجرد ضغط الزر في أسفل هذا الفيديو مع أصدقائك في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والأمر الثالث أن تعمل like نعم اعمل هذه الأمر الثلاثة قبل أن تذهب وأهلا بك